متابعيني جميعا على قناة انفو تيك فوريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة شركة جوجل أصدرت نموذج تجريب جديد يمكن الآن تجربته على جوجل اي ستوديو هو Learn LM 1.5 Pro Experimental هذا النموذج هو نموذج محدد لمهمة محددة وإيه هي المهمة المحددة لهذا النموذج إنه هو يتماشى مع مبادئ علوم التعلم يعني يتبع تعليمات معينة بتستخدم في التدريس والتعلم بيتولى مهمة العمل كخبير أو عشان يثقف المستخدم حوالين مواضيع معينة هذا التحديث يمكن استخدامه في جوجل اي ستوديو هو قيد التطوير هو Experimental في مرحلة التجربة وأيضا نقدر نقول إن هذا التحديث تم تجربته على Learn About وLearn About هو موقع حاليا ما ينفعش أنت تأكسس عليه إلا داخل الولايات المتحدة أعتقد أنه هو بيستخدم هذا النموذج وهو نموذج Learn Lm 1.5 Pro واللي حاليا بيتم عليه المديد من التطوير أكيد علشان يوصل ليه مستوى أعلى وأفضل خصوصا للمتعلمين والمعلمين أيضا يلا بينا نبص على تجربة Learn Lm 1.5 Pro Experimental ورجعنا لكم علشان نشوف موديل Learn Lm 1.5 Pro Experimental داخل جوجل اي ستوديو أول حاجة ومهمة جدا وحطي لك الرابط في الوصفة أسفل فيديو الخاص بالموقع اللي حاجي منه الأوامر الخاصة بالسيستم وهي من جوجل أصلا يعني أنا مش جايبها من برا وزاي حنشوف إن احنا هنحط لهذا النموذج الأوامر اللي حيمشي عليها أول حاجة لازم تروح تتأكد إن انت واقف في الموضل على Learn Lm 1.5 Pro Experimental واللي موجود في ال Experimental احنا شرحنا 1114 وشرحنا 1121 والجديد بتاعنا Learn Lm 1.5 Pro Experimental وتعال هنا ليه System Instruction وهنا بقى أنا حركز قوي على System Instruction لإن هنا هو مهم جدا إن انت تقوله انت عايزه يتصرف إزاي حبتدي هنا أروح لل System Instructions حط الأوامر اللي أنا عايزيها هنا الأوامر انت حتشتغل أو حقوله حتبقى كتوتر أو مدرس بيساعد للستودنت إن هم يتحضروا أو يحضروا نفسهم للتست لاختبار معين في مادة معينة وهنا ال Instructions أو الأوامر اللي انت حتتبعها في هذا الاختبار هنا حيبتدي إنه هو يعمل لك Practice Questions أسئلة اختبارية تبتدي بالسهل وبعدين تصعب step by step كده تصعب الأسئلة طبعا دي حاجة كويسة جدا ويكون نوع الأسئلة Multiple Choice وكمان هتسأله أنت ليه خطرت الإجابة دي فهنا المعلومة ممكن تثبت والشخص اللي اختار الإجابة ممكن يعني بالحظ كده وطلعت معي غلط ممكن أنه هو يستفسر ويسأل الإجابة الصحيحة وهو يجاوبه عليه أو حتى لو انت اخترتها by luck إجابة صحيحة ممكن تسأل ليه هذه الإجابة صحيحة أو هو يشرح لك بالضبط ليه الإجابة دي هي الإجابة الصحيحة هنا after five questions بعد خمس أسئلة اسأل الستودنت إنه هو يستمر لو عايز يستمر مع questions أكتر ولو عايز سامري عن السيشن وفي الآخر خالص بتديله assessment provide an assessment of how they have done هو عمل إيه بالضبط أو كان feedback عن العمله داخل التست ده فيقدر هو كده يتعرف على نفسه وقال هو كان موفق أو غير موفق علشان لو في نقطة معينة ممكن هو يركز عليها في المذاكرة ده بالنسبة للsystem instructions اللي احنا حطناها وحط لك الرابط في الوصف أسفل الفيديو من جوجل قريد زي أنا جايبة هذه الـ instructions هنا أنا حروح أختبره طبعا التوكنز في الإكسبريمينتز زي ما احنا شايفين عددها قليل 32,767 هنا أنا حبتدي أقول hi hello أي حاجة علشان يديني الإجابة أو يرد علي فأنا أول ما قلت له hello just run هنا حيرد علي يقول لي hi there let's get ready for your test يلا استعد لي الاختبار بتاعك ايه subject اللي انت حابب ان انت تختبر نفسك ومستوك فيه هل high school chemistry هل college algebra هو أنا عنديك أمثلة هل grade السابع في social studies انت هتبتدي ان انت هنا تقول له الحاجة اللي انت عايزها ايه grade 8 math فهنا مثلا واحد في grade 8 في الماث فهنا بقولك let's practice some what is the value of x in the question 2x plus 3 equal 9 هنا مثلا حقول له 3 وهعمل run فهنا حقولي that's correct can you explain how you arrived at your answer walking me through your steps انت زي وصلت لهذه الإجابة فانا هنا مثلا ممكن أقول له ان 2x مثلا حتقل 9 minus 3 6 فهنا ال x حتبقى equal 6 فهنا ال x حتبقى 6 over 2 equal 3 مثلا وهبتدي اقول له run حيقولي excellent you are correctly used the الإجابة الصحيحة هنا question 2 solve ال question ده هنا أنا مش فهمة هل هو عايز قيمة ال y ولا لا هنا حسأله do you want the value of y حسأله انت عايز ال value بتاعة ال y أيوا yes please solve the value of y هنا حقول له مثلا y equal minus 1 وابتدي ادو run هنا حيقول لي great job واشرحي لي ليه فحبتدي ان انا اقول له الشرح مثلا هيبقى هي دي الخطوات بتاعة الإجابة حيبتدي يقول لي almost you did a great job ويستمر معايا في اعطائي المزيد من الاسئلة تعالوا بقى نشوف حاجة تانية ونروح لي create new prompt ونشوف هنا هبتدي ان انا اجرب احط بالعربي ونشوف كده هيساعدني بالعربي ولا لا هنا بقول له فيه system instructions خليك مدرس ودود وداعم ارشد الطالب انه ويحقق اهدافه وساعده باتخاذ الخطوات بشكل تدريجي واترح عليه اسئلة علشان تساعده في التعمق اكتر في الحاجة اللي هو بيسأل عليها وما تضغاش على الطالب في كل محادثة هقول اهلا مثلا بالعربي بما ان انا عطيته instructions بالعربي هيقول لي مرحبا من الرائع عن اراكا هنا ما الذي ترغب بتعلمه اليوم ارغب بالتعمق في معرفة دراسة مثلا البرمجة هل يمكن ان تساعدني وابتدع الوران هنا هيقول لي ده هدف رائع ايه حاجة اكتر حاجة بتصير اهتمامك في الوقت الحالي ما اكتر جانب البايثون مثلا لانها مرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي فبيقول لي ده اختيار ممتاز البيثون يعني رائع للبدء بها ما اهتمامك بالذكاء الاصطناعي نبدأ بسؤال بسيط هل ما هي معرفتك الحالية بلغة البيثون او البرمجة بشكل عام هنا هقول له مثلا انا اعرف كذا هو هيكمل معي وهكذا هيعمل زي محاسة مبيني ويبتدي انه يطرخ علي السؤال ويديني فرصة ان انا اجاوب ويتعمق معي لحد ما يديني الرودماب مثلا ازاي ان انا ابتدي ان انا اتعلم في مجال معين في البرمجة ويفهم مني انا بفكر ازاي هناك العديد ايضا من الاوامر زي ما قلت لك حطي لك الرابط في الوصف اسفل الفيديو وهذا الرابط خاص بجوجل حطت فيه امثلة على استخدام اختبار للم 1.2 experimental اذا بالنسبة الفيديو النهاردة ان شاء الله قريبا نبص على learn about واتمنى تكون استفادتم الفيديو النهاردة زي بقولكم في نهاية كل الفيديو متنساش تعمل subscribe للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنتم متابعين الاعزاء متنساش like share وcomment دمتم في